بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الحياة فقه في هذا اليوم سنتحدث عن زكاة الفطر ولكننا سنتحدث عنها حكمة وأحكام لم نتعود في هذا البرنامج ربما أن يكون كبرنامج الفتاوى لكن اقتضت الضرورة أن نتحدث هذا اليوم عن بعض أحكام هذه الزكاة لأن الناس يسألون كثيرا من الأسئلة حول زكاة الفطر وحول حكمها وأحكامها وحكمتها زكاة الفطر ما بين الاعتياد والتطوير زكاة الفطر كيف ننظر إليها رؤية مختلفة عما اعتاده كثير من الناس كثير من الفقراء يسألون لماذا يدفع الفقير زكاة الفطر الفقير في العادي هو مصرف للزكاة تدفع له الزكاة العادية والزكاة فرض وزكاة أيضا في رمضان فرض لكن لماذا الفقير أيضا هو يفرض عليه أن يدفع زكاة الفطر هذه أسئلة يسألها الفقراء ويسألها الناس نجيب أولا على بعض أحكام وحكم زكاة الفطر كما يلي نقول أن زكاة الفطر هي قدر بسيط أولا لا يجب في السنة إلا مرة واحدة وهي تختلف عن الزكاة العادية أيضا هدف زكاة الفطر هدف محدود إلو توقيت محدد وإلو غاية محددة وبالتالي في القضية الفكري فيها محصورة وفيها نوع من التكافل الفوري والتكافل الطارئ والمؤقت وهي بهذه المعاني تختلف عن معاني الزكاة العادية أيضا زكاة الفطر هي طهرة للصائم الزكاة في العادي بتكون على المال الزكاة العادية سواء زكاة الزروع والثمار زكاة الأنعام زكاة الأموال زكاة التجارة هي مرتبطة بالمال لكن زكاة الفطر أمرها مختلف هي مرتبطة بالشخص مرتبطة بالمكلفين مرتبطة بالصائم لذلك زكاة الفطر هي كونها مرتبطة بالصائم ليس مرتبطة بالمال طهرة للشخص فتكون إذن هي تجب على الفقير كما تجب على الغني لأنه نحن نتحدث عن الأشخاص ولا نتحدث عن الأموال ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث أن الصحابة نقلوا عنه أنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ماذا قال طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين يعني إذن يا إخوة وإخوات زكاة الفطر فيها كثير من المعاني ووالله الواحد لما يقرأ في زكاة الفطر يسأل نفسه أسئلة كثيرة يعني هذه الزكاة بهذه الطبيعة الخاصة وبهذا الانتشار الجغرافي والانتشار الأفقي منعرف الزكاة العادية انتشارها بيكون عامودي يعني الناس المكلفين فيها في العادة في المجتمعات بيكونوا قلة اللي عنده نصاب وعنده أموال وبالتالي يبحث عن أداءها للأوضاعهم الاقتصادية في الدرجة اللي بتكون أقل لكن زكاة الفطر موضوحها مختلف وهذا بيقودنا لهذه التساؤلات ولهذه الحكم اللي إحنا منتوجه إلها بالقراءة أحيانا وبالتفكير أحيانا أخرى كيف ننظر نحن لزكاة الفطر بهذه المعاني أنا بقول كما قال كثير من الناس أنه في القضية أمر تربوي مختلف عن الزكاة العادية الأمر التربوي في زكاة الفطر أنه الفقير أيضا يجب أن يكون له في المجتمع دور ودور في منظومة التكافل أيضا يعني قضية التكافل ليست فقط مرتبطة بالأغنياء اللي بيملكه نصاب الزكاة حتى اللي ما عنده نصاب الزكاة وعنده مبلغ مالي أقل وعنده قوت نفسه بيقدر يدبر أموره أيضا هذا فيه عليه مسؤولي من باب التكافل الاجتماعي وأيضا فيها القضية نظرة تربوية أن الفقير دائما قد يكون تعود أن يكون آخر للزكاة لكن في زكاة الفطر الفقير أيضا سيدفع وفي نفس الوقت أيضا هو سيأخذ فحتى الفقير يتعلم أيضا لذة الطاعة في العطاء والإعطاء وهذا في بعد تجريبي يعني كثير من الناس لا يدفعون إلا إذا فرض عليهم ما بيعطي نوافل لكن خليه في سهر رمضان وفي الأيام الأخيرة من رمضان خلي الفقراء أيضا يجربوا قيمة الإعطاء لماذا أيضا لأن حتى في مرتبة الفقر ومرتبة الحاجة هناك أيضا تصنيفات فيما بين الناس الإنسان أحيانا يظن أنه نفسه هو الفقير وهو المحتاج وأكثر الناس احتياجا لكن لما يقدم هذا المبلغ البسيط عنه وعن أهل بيته لعائلة أخرى ربما يجد أن هذه العائلة أشد احتياجا منه وأشد فقرا وبالتالي بتكون في عنا تراتبية في التكافل وتراتبية في الإعطاء وبيشعر بهذه اللذة لذة الطاعة اللي ممكن هو يظن فقط إنها للأغنياء وللمزكين واللي عندهم أموال كثيرة إذن قد يدفع الفقير صاعا من طعام نعم أو القيمة لكنه بالنتاجة سيتحقق من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن معاني الزكاة إنها لا تنقص المال سواء كان في الظاهر أو في الباطن وبالتالي هو يدفع هذا الصاع لكنه سيأتيه آصع من هذه الأطعمة أو بدل الدينار الذي دفعه سيأتيه مجموعة من الدنانير مقابل هذا الدينار إذن ما يضايق الفقير إنه هو مكلف بهذه الزكاة لا بالعكس ينظر إليها على أنها عبادة ينظر عليها أنها قربة في شهر رمضان المبارك ثم لا ينظر إليها على أنها نوع من الغرامة يدفعها في هذا المجتمع إذن إذا نظرنا إليها بهذه المعاني سنخرج بها مطمئن نفوسنا وبالتالي منكون مرتاحين ونحن ندفع أيضا ونحن نأخذ من هذه الزكاة إذن هذه مجموعة من المعاني حبينا نقدم فيها هذه الحلقة ثم ننتقل إلى بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه الزكاة اللي بيسأل عنها كثير من الناس حكم الزكاة أولا هي مفروضة فرضها النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي الذي يتركها هو يرتكب إثما بمعنى أنه ترك واحد من فرائض الإسلام إذن هي فريضة لكن فريضة على من؟ فريضة على كل إنسان مسلم ذكر أو أنثى صغير أو كبير حتى الطفل اللي عمره يوم واحد ولدته أمه تجب عليه الزكاة لهي زكاة الفطر وبالتالي الذي يصوم والذي لا يصوم أيضا اللي عنده أعذار من أعذار الصيام الذي لا يستطيع الصيام أيضا هو عليه زكاة الفطر وليس مرتبطة بالصيام وبالتالي نرى حجم الانتشار الكبير للدافعين لهذه الزكاة بناء على هذه الفريضة طيب الآن هي حكمها الوجوب لكن ما هو المقدار الواجب في هذه الزكاة ولمن يدفع هذه الأسئلة الكثيرة المقدار الواجب يا إخوة يا أخوات في هذه الزكاة هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام شو الصاع من طعام؟ الصاع هو عبارة عن أربعة أمداد والمد هو الحفنة حفنة الطعام يعني حفنة قمح حفنة رز طعام أهل البلد وهذا اللي كان في زمن الصحابة والتابعين وفي زمن الفقهاء ودائما مجالس الإفتاء في عصرنا الحاضر في الغالب تأتي وتقدر هذه الأشياء بالقيمة بالقيمة النقدية وهنا بثور هذا الخلاف اللي بين الناس أنه يا أخي ندفع زي ما كان الصحابة يدفعه في زمن الرسول كما ورد في الأحاديث واللي ندفع القيمة بالدنانير شو الأفضل؟ الأفضل يا إخوة هو أن ننظر للموضوع نظرة مقاصدية نظرة فيها حكم هل اللي بده يلتزم السنة وظاهر السنة؟ ما منقول عنه أخطأ منقول عنه أنه إلتزم ظاهر السنة على رسول الله أفضل الصلاة والتسليم لكن لما نتحقق في معاني الزكاة ومقاصدها وحكمها نجد الآن ربما تكون القيمة اللي هي بالدنانير بالتقدير النقدي هي أفضل لجميع الأطراف كيف أفضل لجميع الأطراف؟ الزكاة بده يكون فيها يسر في الدفع ونفع للفقير ما هو الأيسر الآن للشخص اللي بده يدفع الزكاة؟ هل نقول له روح اشتري قمح واشتري رز وروح وزع على الفقراء والمساكين؟ هل هذا أيسر له؟ وللأيسر له أن يخرج القيمة اللي هي ديناره ثمانين قرش عن كل شخص منه ومن عائلته ومن أسرته؟ طبعا الأيسر له أن يخرج القيمة الأنفع للفقير ما هو؟ الأنفع للفقير أيضا أن يخرج الإنسان القيمة لأن الفقير هذا هو أدرى باحتياجاته وحتى نبتعد عن مجموعة من الحيل اللي بيستعملوها الناس في كثير من الدول وفي كثير من الأزمنة ونقل لنا كيف كان الناس يفعلون في ليلة العيد كيف كانوا يعملوا اللي بتشددوا في موضوع إخراج اللي هي الحبوب كان بيجي تاجر مع صبرة من الطعام من القمح شوال شوالين ثلاثة من القمح بيضاحن في مكان فيأتي المزكي فيشتري من تاجر القمح اللي هي مقدار الزكاة ويدفع له بسعر بيشتريها بكون الفقير صاف على الدور بيعطي هذا القمح للفقير الفقير شو بديه يعمل في القمح هذه الكميات الكبيرة لا يستطيع أنه يأخذها وبطل في عنا زي زمان كواير والناس تخزن قمح وغيره فالفقير ماذا يفعل؟ يأخذ هذه الزكاة القمح ثم يأتي إلى التاجر نفس التاجر مرة أخرى ويبيعها للتاجر ليحصل على النقد لكن يبيعها بسعر أقل من سعرها اللي باعوا فيها التاجر هذه العملية اللي كانت عبارة عن ربما شوالين ثلاث قمح تعطى زكاة لكل البلدة من الرابح فيها؟ الرابح فيها التاجر فقط اللي بيخسر هو اللي دفع واللي بيخسر أيضا اللي قبض الزكاة هذه معاني لا يمكن أنها تكون الشريعة أرادت أن تكون هذا المقصد من هذه الزكاة هناك إذن المقصد ما يكون أنفع للفقير بده يشتري ملابس لأولاده بده يشتري أدوية بده يرتب أموره في يوم العيد يدفع أجار بيته إذن نحن نتوسع على أنفسنا ولا نضيق على أنفسنا بظاهر النصوص فقط إذن هذه نظرة مقاصدية في دفع القيمة وليست فقط هي نظرة مقاصدية وإنما ورد الأثر عن كثير من العلماء قديما أنهم قالوا بذلك من أشهرهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد الخامس الذي كان يأمر بدفع الزكاة إما من الحبوب أو كان يأمر بدفعها من القيمة لأنه كان مسؤول عن الدولة في ذلك الزمان والمسؤولية تفرض على هؤلاء إنهم دائما يقدر ما هو الأفضل للناس في زمانهم اللي هو الأنفع للناس والأيسر لدافع الزكاة أو اللي بزكي يا أخوانا إذن التشدد في مثل هذه المسائل لا ينفع ولا يفيد وخلينا نكون في عنا مرونة ننظر نظر مقاصدية ننظر لحكم الزكاة ننظر لحكم التشريع من هذه الأمور حتى الله عز وجل أن يستجيب مننا وأن لا نقع فريسة هذا الخلاف الشكلي اللي قد يضر بوحدة الأمة وأيضا يضر بالنتيجة بالفقراء نكمل إن شاء الله بعد الفاصل حول تحديد هذه الكمية كيف يتم وتحديد المقدار كيف يكون ثم ننطلق إلى أحكام أخرى فيما يتعلق بالزكاة فتفضلوا دائما بالبقاء معنا أهلا بكم من جديد نعم يا أخونا تحدث اليوم عن زكاة الفطر وهناك في لبس أحيانا لدى كثير من الناس في بعض الناس يظنوا أنه ما علي زكاة الفطر يقول لك أنا لست من الأغنياء ليش أدفع من قل الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على من الذي يملك قوت نفسه وقوت عياله يوم العيد اللي عنده قوت يوم يوم العيد تجب عليه الزكاة وبالتالي ما نتساهل في هذا الأمر وما الواحد يخرج نفسه من عهدة التكليف يقول لا أنا ما علي زكاة لا إذا أنت كنت تملك قوت يومك نتحدث عن زكاة الفطر يا أخوة وليس عن زكاة المال زكاة المال نعم للأغنياء لكن زكاة الفطر هي زكاة للنفس حتى إحنا إذا في نقص صار في رمضان بعض الأشياء هذه ربما تجبر هذا النقص في بعض السلوكيات اللي بتحدث عند الصائمين وبالتالي يجب للإنسان يخرجها طب ما هو قيمتها قلنا هي لماذا تجب على الفقير لأنه أصلا القيمة هي قليلة لما نقول صاع من طعام يعني قدرها مجلس الإفتاء تقريبا 2.5 كيلو 2.5 كيلو قدروها من القمح على سبيل المثال فبالتالي بتكون عبارة عن دينار وثمانين قرش عن الشخص الواحد اللي عنده مثلا زوجته أولاده بعد عدد الأولاد والزوجة عنده أبوه عنده أمه في البيت بيدفع عنهم عنده خادم أيضا بيدفع عنهم فيخرج هذه الكمية طيب لمن تعطى إذن هذه الكمية طب أنا فقير بيجيني زكاة لم يمدي أعطيها يجب أن تخرجها أيضا لمصارف الزكاة وهذه زكاة الفطر الأفضل لأنها تخرج للفقراء والمساكين يعني كثير من الفقهة بقولوا لا مصارف الزكاة الثماني يمكن أن تخرج لها لكن خلينا في مثل هذه الأوقات الصعبة نخصص فيها الفقراء والمساكين لإخراجها حتى أنهم يقضوا حاجتهم يوم العيد وليلة العيد وأيام العيد إذن هذا هو المقدار اللي نحن نتحدث عنه وهذا هو مصرفها اللي هو الفقراء والمساكين وخلينا ننظر نظرة لعله يكون مقترح لتنظيم هذه العملية الحقيقة موضوع زكاة الفطر يشوبه كثير من اللغط أحيانا وبشوبه حالة من عدم التنظيم في المجتمعات الإسلامية يعني لما نتحدث نحن عن دينار وثمانين قرش على كل واحد نحن تقريبا عشر مليون في الأردن على سبيل المثال العشر مليون كم قيمة زكاة الفطر على عشر مليون إنسان موجود على هذه الأراضي نتحدث تقريبا عن 18 مليون دينار إذن هذا رقم ليس سهل لما نحكي عن 18 مليون دينار هذا المبلغ لو نظم وكان في عملية ترتيب وتنظيم مسبقة أنه يكون في عنا من بداية الشهر أو تجهيز جهة تتولى هذا الأمر نحن نعرف أنه في صندوق زكاة يتولى صناديق الزكاة أو جمعيات الزكاة ولجان الزكاة لزكاة المال العادي وممكن أيضا يأخذ زكاة الفطر لكن نحن نقول عن مقترح خاص فقط يكون في زكاة الفطر يكون في عنا هناك بيانات عن الفقراء والمحتاجين في كل منطقة في كل قرية في كل بلدة على مستوى الوطن كله في بداية رمضان يبدأ بجمع هذه الأموال تحت إشراف رقابي وشرعي على هذه الأموال ثم تتجمع لو تخيلوا لو تجمع هذا المبلغ كله 18 مليون أو أقل أو أكثر في ناس بزيدوا لأنه في الزكاة ونترك هامشل اللي بحب يعطي هو بشكل مباشر ثم تتجمع هذه الأموال وتصرف كعيديات قبل العيد في يوم أو يومين أو ثلاثة لفعلا الأسر المحتاجة وبتكون بعملية تنظيمية هذه فكرة ربما إذا نظمت كثير من الأسر اللي الآن هي بتأخذ صندوق معوني وطنية بتأخذ من لجان الزكاة قد يتردد الإنسان على أكثر من مصدر يأخذ من هنا ومن هناك وفي أسر قد لا تأخذ بعض هذه المبالغ هذه تجميحة بعمل عنا مبالغ كبيرة وبدل ما منعطي إحنا لير أو ليرتين للأسرة يمكن الأسرة يجيها خمسين ستين سبعين أو حتى مئة دينار تكفي حالها وأولادها يوم العيد وليلة العيد بالإحتياجات الشخصية والإحتياجات الضرورية وخاصة أنه في عنا كمان يا أخوان مغتربين وهؤلاء المغتربين أحيانا يحارون في مثل دفع هذه الزكاة فلو كان في عنا تنظيم جيد لمثل هذه الزكاة وبالتالي منساعد حتى المغتربين اللي خارج الأردن اللي مش عارفين وين يودوا زكاة خاصة في بعض الدول اللي ما بيكون فيها مسلمين وما بيكون فيها فقراء معروفين وبالتالي بيقول لك أنا كيف بدي أعمل فيها أوكل ناس في الأردن وبتغلب في الحوالات المالية الآن طرق الدفع ميسورة وطرق التحويل ميسورة يمكن أن تنظم هذه العملية يا إخواننا إذن يا إخواننا الآن نحن نعرف أنه الأيام الجاي أيضا فيه نوع من الحضر وبالتالي هذا الحضر بدي يعمل برضو نوع من القيود على الناس في إخراج مثل هذه الزكاة إذن نحن لابد أن نكسب الأوقات اللي فيها حرية حركة اليوم وغدا ونبادر لإخراج هذه الزكاة حتى لا يضيق علينا الوقت وإذا ضاق علينا الوقت بتكون هذه الزكاة خرجت عن وقتها والفقهاء بيقولوا زكاة الفطر إذا خرجت عن وقتها تؤدى قضاء بتصير صدقة من الصدقات ليس كزكاة المال العادي أنت بتيجي اليوم بتطلعها حتى لو تأخرت يكون في عندك إثم التأخير لكنها تؤديها أداء نعم يا أخوانا إذن يجب أن نفكر بطريقة مختلفة ربما في زكاة الفطر ونتوسع فيها الآن الوقت يضيق بعض الناس بيسأل هل يجوز لي أن أوكل ناس بإخراج الزكاة نقول نعم أنت موجود الآن في منطقة إليك أقارب في بلدك في قريةك حاب تخرج للفقراء هناك لأقاربك يجوز نقل الزكاة لحاجة من بلد إلى بلد وأيضا يجوز التوكيل بدفع الزكاة بتتصل بإذن عمك بتقول له والله أنا بدي أحول لك هذا المبلغ تدفع الزكاة عني أو بتقول له والله ادفع هذا الزكاة من مالك الآن ما في عندي قدرة للحركة أو صلك أعطيك هذا المال ادفع عني من هذا المال بنية الزكاة عني ومن ثم أنا بعد الحاضر سأعطيك مثلا هذا المبلغ من المال هذه الصور تجوز وبالتالي يجب أن نوكل أيضا الثقات لأنه هو الوكيل كالأصيل وبالتالي الإنسان ما بيبرأ من دفع الزكاة إلا إذا الوكيل أيضا قام بدفع الزكاة عني في الوقت المحدد اللي حددته الشريعة الإسلامية بعض الوكلاء بيسألوا طب أنا أعطيت ابن عمي أو أخوي وكان فقير بصير أيضا هو يأخذ نفسه من هذه الزكاة بنقول هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم ولكن نرجح إن شاء الله أنه حسب عادة الناس وأعرافهم وإذا ما في تقييد للمزكي قال له أعطي فلان أو أعطي العائلة الفلانية يبدو يلتزم بما قال له المزكي لكن إذا أطلق له التصرف في هذا المال وقال له أعطيها لمستحقيها وكان هو من المستحقين يجوز أيضا هو أن يأخذ لكن دون محابة يعني بيأخذ هو كما يعطي للفقراء وكما يعطي للناس أيضا حتى ما يكون فيها نوع من المحابة نفسه على الآخرين أيضا لا يشترط أني أقول للناس هذه زكاة يعني ممكن أن تدفع للفقير هذه الزكاة لكن مش بالضرورة أنك تدفع هذه الزكاة على إنها زكاة وتقول له هذه زكاة مال وزكاة فطر لا أعطيه هذا المال بطيب نفس وبالتالي هو يتصرف في هذا المال بعد أن يتملكه نقل الزكاة ذكرنا خاصة أنه في بعض الناس عندنا الآن موجودين في دول خارج الأردن يعرفوا أنه في أسر هنا تحتاج ومحتاجة لكن في نقل الزكاة نحب أن نشير إلى قضية واحدة يا أخوة يعني إذا كنت أنت موجود في محيط وكان عندك غنى أو مال ظاهر وفي حولك مجموعة من الفقراء ومجموعة من المحتاجين تأتي تنقل كل الزكاة زكاة مالك إلى بلدة أخرى أو إلى منطقة أخرى وتؤثر بها أناس آخرين وتحرم هؤلاء الذين يشاهدونك وهم بجوارك تحرموا من هذه الزكاة كلها أو جزء منها هذا بخلي بالنفوس شيء الزكاة جعلت حتى الإنسان الفقير يتملك ما يتملكه الغني لذلك مثلا زكاة الثمار منطلعها الثمار حتى الفقير يتملك الفقير شو بيتملك بيتملك ما يتملكه الغني فإذا أنا عندي كان أموال نقدية بعطي نقد كان عندي أموال مثلا من الأنعام بعطي من الأنعام وهكذا إذا ما كان في مصدح للقيمة فدائما الفقير يحب أن يشارك الغني في ماله وبالتالي لما نتحدث عن نقل الزكاة بدنا الراعي هذا الشيء إذا ما فيه بجوار ناس فقراء ومحتاجين فلا مانع إذن من أن أنقل هذه الزكاة إلى هذا البلد أو ذاك وخاصة كما قلنا المغتربين الله عز وجل يقول يا إخوة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنالوا البر البر اللي هو الطاعة الجنة لها تفسيرات كثيرة عند أهل التفسير لن ننال هذا البر حتى ننفق مما نحب ما بصير برضو أنا أطلع الأشياء القليلة إذا كنت غني خليني أتوسع في النفقة خليني أتوسع في الزكاة خليني أتوسع في الإعطاء يكون هذا أفضل شيء وبالتالي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أيضا وصانا أنه نخرج هذه الأموال ونحن أصحاء ونحن أشحاء مش الواحد بس يمرضي يجي يطلع زكاة ولا بس يكون مثلا عنده أموال كثيرة يجي يطلع لا لو كان عندك القليل أخرج لو كنت صحيحا أخرج فهذا أدعى إن شاء الله في القبول وأدعى لقبول الزكوات إذن يا أخوانا وردنا بعض الأسئلة حول مفهول هذه الحلقة من هذه الأسئلة من السيد يوسف الشريف بيقول من هم الأشخاص من العائلة الذين يجوز عليهم الزكاة الأشخاص في العائلة الذين يجوز عليهم الزكاة حسب ما قرر دائرة الإفتاء وأفتت والمفتاء به لدينا في هذا البلد من لا تنفق عليه يجوز إذن أن تعطى للأخ يجوز أن تعطى للأخت يجوز حتى أن تعطى للإبن الفقير تعطى للإبن الفقير اللي مش موجود عندك هل من الذي لا يجوز أن نعطيه الزكاة الأب والأم اللي هي الزوجة لا يجوز أن تعطى الأولاد اللي عايشين معك في بيتك أي واحد أنت تنفق عليه في بيتك بيوكل معك وبيشرب معك وساكن معك هذا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة إذن خلينا نكون واضحين أنك أنت الناس اللي موجودين معك هذول لا تعطيه من الزكاة ثم نحن دائما فيه توجيه اللي بنحاول أن يكون واضح يا أخوان الزكاة يعني هذه حق للفقراء والمساكين بالتالي الناس اللي بيكون قريبين مننا قرابة مباشرة يعني الأب والأم والأخ والأخت ولكذا إذا كان في عنا وسع في المال وفي عنا كان بحبوحة من العيش هؤلاء خلينا نعطيهم من باب الصلة نعطيهم من باب صدقة التطوع أحيانا لكن إذا كان في ناس أكثر احتياجا منهم خلينا نعطيهم من زكاة المال الواجبة يكون أبرأ للذمة لأنه في بعض القضايا فيه نوع من الخلاف الفقه وبالتالي حتى إحنا ما نكون في عنا نوع من التوجه والله يبقلك هذا بس فقط يعطي لعائلته أسرته وهؤلاء ينظرون إليه يغتري هو ويغني من حوله فقط ويترك كل الناس هذا بعمل حزازات في المجتمع بعمل نوع من العداوة نوع من البغضاء إذن يا إخوانا زكاة الفطر نقرر ونؤكد مرة أخرى زكاة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو أخرجوها وأنت مقتنعين بإخراجها بالطريقة التي ترضي ثم يا إخوانا ما نشدد في كثير من الناس في موضوع القيمة وعدم القيمة والأمر الثالث من أن أكد لكم نحن مقبلين على أيام حضر في أيام الحضر في ناس عائلات الآن ناسي موضوع الزكاة أو مش متذكر الموضوع سيأتي ليوم الحضر من الحركة ويتذكر والآن إيش بده يتصرف سيضيق عليه الوقت وسيقع في الإثم معنى اليوم ومعنى غدا أخرجوها في هذين اليومين قبل أن يبدأ الحضر ووكلوا الناس بإخراجها إذا لم تستطيعوا أنتم الحركة لعل الله عز وجل أن يتقبل منا لعل الله عز وجل أن يرحمنا بما نعطي للفقراء وبما نعطي للمساكين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بقي لنا أن نودعكم لقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء آخر إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر